السؤال طويل شوية أستاذة زيزي بتقول أنا ليا واحدة قربتي متجوزة من 25 سنة شافت مع جزها كل ألوان العذاب حد سؤالها حرج يعني وربنا كرمها بعد 3 سنين ببنتين واستحملت عشته وللأسف علاقاته المتعددة المحرمة بالنساء والكلام ده كله وبتقول لدرجة ان هي كذا مرة تحاول تنصحه وتهدده ان هي ممكن تسيب له البيت فيقول لها خلاص انا توبت لدرجة قالت له لو انت توبت انا مني ليك رحلة عمرة هدية بشرط انك انت تقلع عن معصية الله سبحانه وتعالى وبتقول مع ذلك برضو راحل عمرة ورجع ولم يتغير فبتقول وانا غطبانة منه قلت له تحرم علي وما تخصنيش وانت متحرم علي زي ابويا واخويا وهو اعتذر لي بعد كده وانا قبل يعني الحالة المزمنة دي طبعا هي عايزة تقول يعني ان ده ظهار لا مش هيبقى ظهار يعني انتي ما تملكيش لا الطلاق ولا الظهار يعني ده كلام داري ليس له اي قيمة الا الاستغفار والتوبة وخلينا اقولها لك بصراحة يعني لو انا متأكدة ان انا معي حد مش ملتزم وما بيرعيش ربنا لا بيت ولا بينفق بتقول انا اللي بصرف عليه زي ما بتوضح في الرسالة طيب ويعني ما بلاها حديجي نقوله واحنا جايين نحرد الناس على الطلاق لا يا جماعة يا جماعة لازم بصوا لازم نبقى فاهمين يعني ايه زواج انا ليه بقول كده لان الله خلق الرجل والمرأة يا تتعاش صح وفق المنهج اللي ربنا رسمه يا اما بلاها حياة لما انا هقعد بتقولي يتصلوا بيا الستات في التليفون ده جوزك عند فلانة وعند كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا دي كارثة للأسف الشديد ودي حاجة خطيرة جدا ليه؟ لان الاب ده قد والابناء انا مش قادر افهم ازاي هيقدر يربي وهو عارف ان بنته بتسمع الكلام ده في الشارع عنه اتقوا الله عباد الله وراقبوه مراقبة من يخشان